طيب إحنا معنا لقطة يعني مش هقول لك بقى خلينا نعرض اللقطة كده وإسلام هو اللي علق لنا عليها للينا هي كانت لقطة جبيلة جداً بصراحة لما تبعناها يعني انت هنا عيضت إسلام مش من طبيعتي يعني أنا موضوعها بالنسبة لي لعيضت شايفين شخصيك قوية وعنيدة لا لا مش طبيعتي خالص فعلا يا عاطفة اتفجرت هاي في اللقطة يعني وصف لنا إيه اللي وصلك للمرحلة دي بصي أنا أصلاً فعلاً يعني الناس كلها اللي تعرفني يعني لو تكلموا أي حد موضوعاً العيات ده بالنسبة لي تشوارد صعب جداً جداً في شخصياتي لكن دي كانت نتجاً نتجاً السنية دي بالذات إن أنا حاس إن مجهود السنة كله اللي إحنا فعلاً موتنا نفسينا فيه إحنا كانت سنة صعبة جداً بالنسبة لنا وبادئين بدري جداً إن حاسيته بضيع بضيع مننا إن إحنا الدوري ضعف سنية أين كان خطأ تحكيمي أو مش خطأ تحكيمي لكن النتيجة واحدة في ثواني يعني الدوري ضعف مننا فده اللي هتحس إن التعب ده كله ومجهود ده كله كان بتسحب من تحت يدي يعني أنا كنت اليومين اللي هو بعد ماتش الدوري ده كنت نفسياتي ما كانتش كويسة جداً كنت حاسة إن أنا الموضوع بالنسبة لي كارسي إحنا ماتش الدوري كلنا كمشاهدين بس فرهضنا من المتابعة بالزبط كده ما بالك أنت وبقى كنتوا عاملين إزاي وكمان إن أنت تبقى كابتين فريق وعندك مسؤولية كبيرة جداً والناس مش هلاك مسؤولية زيادة وضغط الناس كتير فعلاً بتكلمك بتقولك لأ كسبنا مش عارف إيه وطبعاً الواحد ما بيكسبش فرقة لوحدك أكيد في يعني أزولك 18 نجم في الفرقة دول شايل فرقة على كتفهم فالحمد لله اللي واحد يعني حس ساعتها مجهود السنة كله مضاعش الحمد لله فأكيد اللي واحد بيبقى غزباً عنه بقى في لحظة اللي هي عمره ما حصلت في حياتي بس الحمد لله يعني حلو لأ بس مهم إن أنت بتعوض وزي ما قلت بعدها بتاتي ينفى بس ده كانت أهم حاجة بالنسبة لي هو ده بجد زي ما بيقول برضو الرد على الأرض فإذن كانت أحلى حاجة طيب